والداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس أن البرنامج الذي تعهد به رئيس الجمهورية يجسد ميدانياً في كل القطاعات وعبر مختلف مناطق الوطن مشيراً إلى أن تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن محل تكفل من طرفي الدولة وهذا بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية المتابعة لفاطمة أديب إلى أعمق بلديات ولاية بومرداس امتدت زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي فكانت الرسائل واضحة من ولاية تجرعت مرارة الإرهاب وقساوة الطبيعة مفادها أن الدولة رفعت التحدي وما تزال لاستعادة الأمن والاستقرار وبعث التنمية بالمنطقة بفضل ما وصلنا إليه من أمن واستقرار عبر ربوع الوطن وخاصة في المنطقة الشرقية لولاية بومرداس اليوم فيها رغبة لهذه الساكنة لتعود وهي موجودة نحن نتعهد باسم الحكومة وبتعليمات من سيد رئيس الجمهورية أن نواسل دعمهم بمرافقة كل هذه المناطق ببرنامج خاص فيما يخص فتح المساك المساك الفلاحية والريفية فيما يخص الكهرباء والريفية بالنسبة لكل هذه القرى وهذه المداشر وكذلك سوف يكون لهذه المناطق التي كما قلت عانت في سنة وتسعينات من آفة الإرهاب والتذمير والتخريب ببرنامج كذلك لسكن ريفي لمرافقة كل هذه العائلات ولدى إشرافه على انطلاق أشغال تزويد سكان بلدية يسر بغاز المدينة استمع الوزير إلى انشغالات المواطنين وأكد أن خدمة المواطن في قلب كل البرامج التنموية بالنسبة لفخامة الرئيس لا أولوية لا أولوية لا أولوية إلا تدسيط طموحات المواطن الجزائري بكل فئاته وعلى كل مستويات التآهد لإخضاه السيد الرئيس انجس ذهمي ذاني بمختلف الوسائل المنوحة لدينا البعض يقول لك لنا في وضعية مالية صعبة البعض نقول لهؤلاء وأولئك نقول لهم بأن تحسين الظروف المعيشية للمواطن من صراحية الدولة الجزائري ويجب على كل مواطن الجزائري يكون فخور بهذا المجهود وهذا التوجه اللي فريد منه على مستوى العالم وأن المواطن المواطن هو في قلب كل كبيرة وسغيرة في العملية التنموية الوطنية الزيارة تخللتها وقفة عند نماذج استثمارية فلاحية عكست نجاح الشراكة العمومية الخاصة والشراكة الجزائرية الأجنبية وكان مصنع بيسياغ الرائد في صناعة الأواني المنزلية بحطة أخرى توقف عندها الوزير كما كللت الزيارة بتدشين وحدات للحماية المدنية وعدد من المرافق الإدارية والرياضية وكانت السانحة لتكريم بعض الرياضيين من أبناء المنطقة ممن صنعوا بطولات الجزائر في المحافل الدولية